السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزيها طلبة وطالبات. واولية امور الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله هناخد مع بعض نهاردة اجزام لاختبار رقم حداشر. محافظة من كتاب للصف الاول الاعدادي بداية من صفحة تلتمية واحدة وتلاتين. اول سؤال معي خاص بي الاستماع. استمعوا اخطر اذا كنت انصر الاجابة الصحيحة. بيجيب لفاقرة باستمع اليها. ومن خلال المعلومات اللي جات لي في الفاقرة بابتع اجاوب على اربعة سيرة اخطيرات. استمعوا لي كده الفاقرة بتقول ايه? تقول انا اسمي باسل. ولد في في سنة الفين وسبعة. بدأت الدراسة بتاعتي في سنة الفين وايه? الفين وايه? حداشر. يعني انا في المرحلة الاعدادية الاولى الان. في عمر العشرة. انا فست باول ايه? الجايزة او الجايزة الاولى للمدرسة عندما كتبت قصة. فست بالجايزة الاولى في المدرسة لما كتبت ايه? القصة. هنا جايب لي لا سئلة? يقول هنا باسل واس بورنين. اتولد في سنة كان بقى? اه سنة الفين وسبعة ولا سنة الفين واحداشر ولا سنة الفين ولا سنة الفين وستاشر طبعا تم ميلاده او مولود في سنة الفين وسبعة توني سيفن. رقم اتنين باسل بيتحدث عن آآ يعني مهم يعني في حياته. اللي هو الحوادث ولا اللي هي الشهور المهمة في حياته اللي هي الاحداث المهمة في حياته. ولا اللي هي الاوقات المهمة في حياته. هو هنا بيتكلم من خلال الفقرة على ايه? على الاحداث المهمة في حياته. يبقى بيكلمنا عن الاحداث المهمة في حياته. رقم تلاتة بس ويعني ولد في الاسكندرية ولا كايرو ولا في القاهرة ولا في الاكسر ولا في اصوان طبعا هو عندي في الفقرة قبل هو ولد في في رقم اربعة باسة نقط سكول سنة الفين وحداشر يعني بنى مدرسة ولا يعني نهى او انتهى من المدرسة سنة الفين وحداشر ولا عندت برضو بمعنى هنا انتهى نفس المعنى بتاع فينشت ولا ستارتت ولا بدأ المدرسة في سنة الفين وحداشر وهنا بدأ المدرسة بتاعته بيقول بلقى مدرسة في سنة الفين وحداشر بيبقى ستارتت يعني بدأ جزء البعض كده خاص بالدالوك الحوار يقول لها هنا الحوار التالي الحوار بيدور ما بين عالي وعادل. هنا بيقول لي عالي ان عادل عالي وعادل يعني يتحدث عن بيتحدثه عن الاهرامات. هنا عالي بيقول ايه? هنا عايز هنا يسأل على ارتفاع الهرم الايه? الهرم? الاكبر ارتفاعه او طوله ايه? اللي هو الطول الرأسي. هنا عالي لقال له طول طوله حوالي مية ستة واربعين متر. عالي هنا بيسأل سؤال هنا عالي لقال له في الجيزة طالما جايب لي وبعدها مكان يبقى السؤال كان يبقى اين يكون? يبقى اين يكون? اللي هو الهرم الايه? الكبير او الهرم الاكبر? قال له في الجيزة. عالي هنا بيسأل سؤال رد عليه عادي لقال له يس اللي هما السياح هل عاديد من السياح بيزوروه? طبعا هل في عاديد من السياح بيزوروه? يبقى يعني هل هل العديد من السياح بعدها ايه? المصدر بتاعي هل العديد من السياح يعني بيزورو الهرم الاكبر? قال له يسأل عاديد من السياح بتزورو. هنا عالي قال له يعني بعيد عن القاهرة. يعني هو في المكان بتاعه ده بعيد عن القاهرة نشوف الصفحة اللي بعدها. بعد جدت صفحة امتين اتنين وتلاتين. بيقول له هنا عادل رد عليه. طبعا هو بيسأله. عالي بيقول له هل هو بعيد عن القاهرة رد عليه عادل. وقال له يعني قريب جدا. بيبقى قال له ايه? لا انه ليس بعيد. لا انه ليس بعيد. ده هو قريب من القاهرة. على هنا بيقول له حاجة قال له اللي هم المصريين القدماء يعني كانوا ايه? رائعين. اعتقد ان المصريين القدماء كانوا ايه? رائعين. انا سوف ازوروا مسلا ايه? غدا يبقى بعدها المصدر على الهرم الاكبر يعني غدا سوف ازوروه غدا. هنا عادل قال له حاجة وقال له يعني فخور بي لازم نكون فخورين بيهم. طبعا هيقول له ايه? انت على حق. يعني انت على حق انا اه او نحن ويجب ان نكون فخورين بيهم. جايب هنا الفقرة. بتاعتنا كراءة القطع ثم اجل على الاسئلة. يقول هنا مدرسة انجليزي. في مدرسة اعدادي. هي طيبة جدا ومتعونة. كل الطلاب احبوها او بيحبوها. يعتادت ان هي تجي لمدرسة الساعة السبعة بالضبط. في الصباح عشان تدلوا الطلاب بتوعها حصص اكتر. وتساعدهم وتساعدهم كمان في عمل واجب المنزلي. عندها عائلة صغيرة. زوجها از دكتور. جزء بالشغل دكتور. عندها بنتين سلمة ان هودا. سلمة وهودا. وابن واحد فقط اسمه طاها. طاها از جونج تو بي ادنتس. عايز يكون او سوف يكون طبيب اسنان. سلمة بتحب الانجليزي والعلوم. عايزة تكون طبيبة بشرية. زي بابا هودا. ده هي اصغر بينت اليمين هودا. عايزة تكون هنا ايه? عايزة تكون مبرمجة اه كومبيوتر. الفقرة سهلة جدا نشوف كده. الاسئلة اللي عليها. بيقول هنا. ليه كانت عايزة تيجي المدرسة في الساعة السابعة بالضبط. طبعا عشان تدي للاطفال او للطلاب حصص اكتر. وكمان عشان خاطر تساعدهم في عمل الواجب المنزلي. تمام? طالما عندي السؤال يبقى اه آآ الاجابة بتاعتي بكورس او بمعنى لكي يبقى يعني لكي تعطي عشان تدي للطلاب بتاعها العديد من الدروس وكمان تساعدهم لعمل الايه? لعمل الواجب المنزلي بتاعهم. صور رقم اتنين بيقول لي هاو من هاز ميسس سوها جوت. عندها كم طفل? وطبعا قال لي عندها بنتين وعندها آآ وعندها ولد واحد يبقى عندها تلاتة تلاتة اطفال. تلاتة اطفال. تلاتة اطفال. بنتين ولد. رقم تلاتة ليه بتعتقد او في رأيك هما ليه كل الطلاب بيحبوا آآ ميسها طبعا هنقول هنا بيكوز طبعا ما السؤال بواي بقى العجابة بيكوز لانه ونكمل هنا طبعا الطلاب بيحبوها لان هي بتكون طيبة وكمان متعونة بيكوز شي واز لان هي كانت ايه يعني طيبة جدا متعونة متعونة جزء خاص بالاختيارات هودا دي بتكون اي ابنة في العائلة طبعا هودا بالنسبة لهم هي كانت يعني اصغر ابنة في العائلة نشوف كده الاختيارات بيقولي هنا يعني اطول ولا اصغر من حيث السن ولا طول يعني اطول بقى الطول اللي هو الرأسي طبعا اطول طول افكي يعني اكتر واحدة تقيلة في ايه في الوزن فيهم طبعا هي كانت ايه هي اطول اه او هي يعني اصغر ابنة في العائلة يبقى آآ اصغر ابنة بعد جدا بيقولي هنا ايه ركم خمسة عندها ولد فقط آآ عايز يكون ايه بقى عايز يكون مدرس دكتور عايز يكون طبيب ولا طبيب اسنان ولا عايز يكون فارمر فلحه مزارع طبعا عايز يكون طبيب اسنان رقم ستة حزبان زوجها حزبان اللي هو الزوج اه بيشتغل في ايه بانك فيه بيشتغل في بنك او مصرف اللي هو ماكل الفلوس ولا اللي هي المدرسة ولا بيشتغل فيه مزرعة ولا بيشتغل فيه مستشفى طبعا هو طبيب يبقى يشتغل فيه في مستشفى الجزء الحاصي بالاختيارات يقولي هنا ايه شوز اختار ذاك ويكتر انصر الاجابة الصحيحة رقم واحد هنا بيقول لي كروزو كروزو روت روت يعني كتب اللي هو بطل القصة بتاعتنا آآ كروزو كتب نقط يعني حدثة لما حدثة على الجزيرة كتب كده ايه اللي حصل له على الجزيرة بوك كتب كتاب على الحاجات اللي حصلت له على الجزيرة ولا اللي هي منتجات الايه منتجات البان ولا كتب مفكرة كده او مذكرة الحاجات اللي حصلته ولا يعني كتب اغنية طبعا كتب ايه كتب آآ اللي هي المفكرة لما حدثتهم معا على الجزيرة رقم اتنين ديت بتكون آلة موسيقية ترى ايه الآلة الموسيقية ترومبت ليه آلة ترومبت تابلت ولا تابلت دام التكنولوجيا ولا لابتوب ولا موب الفون الهدف المحمول طبعا دي كلها حاجات خاصة بالتكنولوجيا ليوميز كان اللي هي الآلة اللي هي الآلة الترومبت ترومبت رقم تلاتة وي انجويد اوار سيرز احنا استمتعنا بانفسنا لاستقول دي الاجازة الماضية اتواز ده كان ايه بقى اغلي ده كان قبيح احنا استمتعنا بالاجازة او هي كانت قبيحة ولا ولا كانت مملة ولا كانت مدهشة ولا كانت فضيعة او سيئة جدا طبعا ما احنا استمتعنا بها يبقى كانت كانت مدهشة بعد اكدو صفحة تلتمية تلاتة وتلاتين بيقول لي هنا الصورة رقم اربعة نقاط في شهر اغسطس يعني الجو بيكون عادة ايه في شهر اغسطس صاني اللي هي شمس صاني يعني مشمس ويند اللي هي الرياح كل دي يعني بارد في شهر اغسطس في شهر تمانية بيكون الجو ايه صاني يعني بيكون مشمس بنكون في الصيف رقم خمسة ذا شارك اللي هي سمكة الايه سمكة الكرش من الحيوانات البحرية واحدة من ايه من الحيوانات البحرية يعني صعب ولا ودود وصدوق وصدوق ولا careful حريص ولا dangerous خطير واحدة من الحيوانات البحرية اللي هي dangerous يعني خطيرة رقم ستة احنا تناولنا وجبة الغداء together يعني معا in the school ايه بنأكل فين في المدرسة canteen في ال canteen او المقصف كده بتاع المدرسة library اللي هي المكتبة بنأكل في المكتبة ولا laboratory بنروح نأكل في المعمل ولا ميزكرون بنروح نأكل في حجرة الايه الموسيقى المكان المخصص للأكل وهو ال canteen او المقصف رقم سبعة only people and buy فقط الناس والدرجات can go down ممكن هما يمروا ويعبروا من هذا الطريق طالما الناس والدرجات فقط اللي هما ينفع يعدوا من الطريق ده يبقى الطريق ده طويل لوطول ولا قويض واسع وعريض ولا نارو نارو يعني ضيق الطريق ده ضيق ولا لا يعني منخفض طالما الناس والدرجات بس اللي ينفع يعدوا منه يبقى هو الطريق ده ايه نارو نارو يعني ضيق السؤال رقم تمانية هده ما عندهاش اي اخوات عايزني اعمل هنا سؤال مزيل وده تبع الوحدة اللي اتناشر والوحدة اللي اتناشر عندي انا اصلا ملغية هعمل السؤال المزيل ازاي بتاعي انا عندي هنا هازلت هخليها هاز طبعا هي من فيها هخليها مثبتة وبجيب اصلا هيب عندي هنا كأن هي بالضبط بقول يبقى هاز شي هاز شي ده الاختيار التاني ده اسمه سؤال مزيل رقم تسعة لو اختك نقط هاردي هاردي يعني بجد او باجتهاد يعني درجات ايه درجات منخفضة لو اختك تعمل ايه بجد هتحصل على درجات منخفضة آآ عندي هنا ولا 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 اختك ديت مفرد انا عايزة مضارع بسيط بلغي مع المفرد او بنفي مع المفرد بتاعي بالمصدر بالمصدر هتبقى لان هي مفرد لو ما ذكرتش كويس هتحصل على درجات منخفضة رقم عشرة اللي هي التاير عار بتكون ايه ي هو الصوف عايزين نقول عايزين نقول مصنوعة من بتكون مصنوعة من الايه من الصوف يبقى آآ او حسب المفردwwww الطبعا جيب لان هنا جايب عايزة بعدها وجيب يبقى مصنوعة من الصوف مصنوعة من الصوف الجزء الخاص بتصحيح الخطأ والصورة كم واحد هنا بيقول لا يجب ان تشارك افكارك مع مين مع الاخرين ما تشاركش افكارك تحتفظ بها لنفسك وما تسمعش افكار حد لا يبقى يشاط يعني يجب ان انت تشارك الافكار بتاعتك مع الاخرون آآ رقم اتنين عايز يقول هنا انت هتعمل حفلة الاسبوع يعني في عطلة نهاية الاسبوع هو اصلا عايزه سؤال لكن هنا بديقل بصيغة جملة عادية انا عايزة حاولها لسؤال هبدل هتبقى بدل هتبقى هل انت سوف تقيم حفلة في عطلة نهاية الاسبوع بدل هتبقى رقم تلاتة هيكون في سيارات كهربائية في في المستقبل يبقى بعد عندي بعد لابد ان يأتي الفعل في المصدر المصدر من او 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 فعل او الكون او فعل يكون رقم اربع هو عايز يقول هو ما زهبش للمدرسة او ما كانش في المدرسة بالامس انا عندي عايزة مصدر وانا اصلا ما عنديش مصدر لانا بقول ده في المدرسة يبقى عايزة هنا ايه طالما يصر دي عايزة طيب عندي زهما فيها هيبقى معه الفعل بتاع مفرط هيبقى يبقى يبقى هي يستردما كانش في المدرسة بالامس يبقى يميكم بالمدرسة بالامس ترجمة نانسي قنقر